بالنسبة لفتح الرجلين عند الصلاة بعض الناس يفتحوا رجله بصورة غريبة يعني يفتحوها عريضا هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحاذي بين المناكب والعقاب المناكب يعني الأكتاف العقاب يعني الرجلين والمقصود بالمحاذات ليس الإلصاق التام لا بس أن يبقى مسافة يسيرة دون أن تلتسق العبرة القرب المقصود هو القرب فإذا فتح الإنسان رجله هكذا سيبتعد منكبه عن منكب صاحبه والأصل المناكب قبل الأقدام يعني سوى بين المناكب والعقاب فإذا فتح رجله عريضا المنكب لن يقترب من منكب صاحبه سيبقى هناك مسافة بين منكبه الذي هو الكتف ومنكب الذي قربه في الصلاة إنما يكون مقدار الأقدام لا تلتسق ولا تكون عريضة إنما تكون بمحاذات بمساواة المنكبين إنسان يخلي أقدامه بما يعادل كتفيه ليس أكثر ومن فتح رجلية راح صاحبة ألا لازم يميل بهالشكل يالله كتفي لتسق بكتفه هذا خطأ ففتح الرجلين خطأ ولسقهما واقترابهما خطأ أيضا إنما يكون بمستوى الكتفين هكذا تكون أقدام بمستوى الكتفين